طيب إحنا كنا نتكلم عن المنتخب وهل ممكن كيروش يعني يدعم المنتخب بيعناصر شبابية وعندنا باللوقتي الذهاب والإياب مع السنغال والبعض بيقول لك لازم تحسم لي من هنا لو ما حسمتش من هنا كده الدنيا يعني مش تبقى مضمونة يعني أعتقد برضو كلام منطقي هو بصي يعني هو مش هيقدر ياخد أسماء جديدة كتير أن الوقت قليل وهو أعتقد أنه هو من نوع اللي لازم يجرب لما شفنا أول ما مسك وراح كاس العرب كان بيأخد ناس كتيرة وفيه تبديل وتوفيق ويغير ويشير ناس من الأساسيين وجيب ناس تانية بعيدة خالص وكده فهو ما عندوش الوقت للقصة دي هو مركز على والمفروض أنه الفترة اللي فاتت تتعرف على إمكانيات اللحظة خلاص بقى الدنيا كلها يعني وبعدين مش هيظهر له خلال مبارات الدور دي يعني النجم السفر اللي يعني هيجيب لنا الماتشين ويجي يعني فإنما في مركز لازم يبص عليه اللي هو مركز الباكرايت لأنه ما عندوش حد في الحتة دي فأنا في اعتقادي أنه هو ممكن يبص على محمد هاني لأنه هو الوحيد اللي عندو الموصفات اللي يقدر هو طبعا بيده على المتخباء له فترة ويسد في غياب أكرم توفيق كذا مر طبعا ولعب ماتشات إفريقية قبل كده ولعب بيلعب مع النادي الأهلي وكاس عالم للأندية فواخد برضو الستايل الدولي ولعب وشارك ولسه المبارات دي كانت من قريب فهو أعتقد أنه هو أقرب واحد لحتة الباكرايت ولازم لغينة عنها إنما ما أعتقدش أنه هو هيرجع ناس من اللي كانت أو هيضيف ناس جديدة حتى الناس اللي لمعت قوي في البترة الأخيرة والإمكانياتها كانت واضحة بشكل كبير زي أحمد عبدالقادر مثلا وارد أنه طبعا ياخده طبعا لازم يعني لأنه هو برضو افتقد في المجموعة اللي فاتت دي كلها سواء في البطلطين اللي لعبهم حتة الراجل اللي بيمسكوا الكورة ويعني هو يعني واضح أنه هو ما كانش مقتنع بمجدي أفشا في الحتة دي هو مجدي أفشا بيلعب استحواز كتير وبينقل 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 إنما افتقدنا احنا حتة إن واحد يوقف على الكورة ويرقص ويعدي ويعمل مساحات فأفتكر أحمد عبدالقادر من اللعيبة اللي عندها المواصفات دي وعنده ثقة بنفسه وجرأة تخليه إن هما بيقلقش في أي موقف يعني وشوفناه في المبرادة برضو مع لعيبة على مستوى عالي سواء منتري أو بالمراس أو اللعيب على مستوى عالي وعمل الفارق والناس كلها حتى يعني أشادت بالموضوع ده هو كان قبل كده أول مطالع طبعا لعيب كويس أول ما رجع من الإعارة إنما على طول مستوى في زيادة وأعتقد إن هو من اللعيبة اللي أنت محتاجها بالتحديد في المتشاط دي لأنت عندك فرقة السنغال فيها لعيبة سرعات كبيرة ومحترفين كثيرة فهو عنده القدرة وعنده الثقة إن يقدر يرقص وعدي واحد على واحد ده اللي هيعمل الفارق يعني زي ما قلنا محمد هاني برضو إنما مش هيقدر يعني يعني ياخد أكتر من كده لأن هيوسع الدايرة وهو أعتقد إنه عايز يركز قوي في اللي هيعمله في المباراة الأولينية والتانية مبارتين المبارتين سواء الأولينية أو التانية لازم يبقى سيناريو للـ 180 دقيقة ككل التسعين والتسعين ومش هيفصل دي عندي نتيجة المباراة الأولينية أو اللي أنت هتقدمه في المباراة الأولينية حيأثر عليك لتانية طبعا وأنا مش مع المقولة إنها لازم تخلص من هنا وأصل هناك لازم نروح وإحنا رحين جايبين جونين ثلاثة نخلصها هنا أكثر لا لا أنت بتعملي اللي عليكي وتقدي وتقع وتحريز أهداف بس لو ما حصلش فيه معطيات تانية هناك لأن السنغال هنا مش هتبقى زي السنغال هناك أنا أقصد إن ممكن المطش هناك هتبقى أكثر توحش بس ممكن يبقى فيه يعني فيه مساحات لأن هناك المفترض إن هو وأرضها وملعبها وجماهيرها أنا معاك أنا معاك بس هو هناك على حسب نتيجة المطش اللي هنا عايز يهاجم ويفتح ممكن يتخلق مساحات لأن إحنا أهم عنصر في الناحية الهجومية عندنا هو محمد صلاح محمد صلاح ما بلعبش إلا فيه المساحات المطشين اللي لعبهم في بطولة إفريقيا كانوا مدايقين على صلاح المساحات بشكل صعب جداً واحد ماسك والتاني ميل عليه والتالت قريب فمخنوق في الحتة دي فممكن إنت لو عملت سي مثلا نتيجة واحد صفر هنا انت كسبت هو مطالب هناك إن هجبك من أول دية دي هتعمل مساحات فنقصد أقول لك إيه إن المعطيات كتيرة خلال المبراتين مش معنى أن أنت مثلا يعني لقدر له صفر صفر هنا يبقى أنت هناك خلاص الدنيا خلص لا هو مجموع المبراتين اللي أنت تقدر تعمله هنا وهناك موسيقى